اتخذنا هذا القرار المهم الذي يتخذ لأول مرة حتى ننهي هذه المشكلة بالكامل بالتأكيد هذا القرار هو ضمن السياقات الرسمية والقانونية وهو ضمن التزامنا في إنتاج النفط وفق حصة أوبك وأيضا ضمن السياقات القانونية مثل ما ذكرت ويستنت إلى قانون الموازنة لأنه لدينا تخصيصات مالية موجودة في موازنة الثلاث سنوات قبال هذه التخصيصات سوف نقوم بعملية المقايضة للنفط الخام والنفط الأسود تم التوقيع المحظر اليوم وحصل الاتفاق وعلى أساس هذا الاتفاق تم استئناف استيرات الغاز الإيراني حيث تم إطلاق عشر مليون ومن المؤمل أن تتصاعد الكمية اليوم مساء حتى تكتمل الكمية المتعاقد عليها التي تمكن وزارة الكهرباء من تشغيل كامل المحطات الكهربائية ترجمة نانسي قنقر